نشرت وزارة الموارد المائية والرية تقريرا يستعرض موقف الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيولة التي تعرضت لها محافظات بين سويف والمينيا وجنوب سينا والبحر الأحمر خلال يومي 18 وال19 من فبراير الجاري وقد أظهر التقرير الدور الذي قامت به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الأثار التدميرية لسيولة وكذلك نجاح جهود التحذير المبكر وصدر عن الوزارة في طلاق الآثار أو تلاف الآثار السلبية للأمطار الغزيرة وهو من خلال تخفيض مناسب المياه بالترع والمصارف بالوجه البحري وشمال الصعيد